موسيقى 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 أرحب فيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج سكورشيت اليوم رح يكون في ذهافتنا كابتن سامي الخالدي الإداري السابق في المراحل السنية في نادي النصر وأحد صناع نجوم نادي النصر أرحب فيك معنا في برنامج سكورشيت الله يحييك إبراهيم وأنا أتشرف أن يكون وياك صراعا من الناس المميزين اللي أتشرف أن يكون وياك الله يسلمش يا أبو عبد الله ومشكور على الكلام الطيب الله يزاك خير تستاهل بنتكلم اليوم رح تكون أنت أدوار فنية اليوم شوية مو مشكلة مو مشكلة طبعا الإداري مدام ما موجود على البنش يأخذ خبرة بالمدربين فعلا اليوم بنتكلم عن دوري روشن السعودي بسألك عن الرسم التكتيكي اللي بتختارها لي هالتشكيلة أول شيء أنا صراحة أحب الطريقة اللي هي أربعة أربعة أثنين هجومية أو الكلاسيكية 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 كل شيء بنأخذ الكلاسيك أربعة أثنين ودوري روشن وخلنا نتكلم عن النقلة ونبدأ من مركز حراسة المرمى والأسماء المتاحة نتكلم عن فيكتور مندي ياسين بونو محمد العويس وخالد العقل لا ياسين بونو ياسين بونو نعم رقما يعني مرعب صراحة 89% تصديات وحارس مميز صراحة يعني من مكاسب الموسم هذا وجوده بالهلال الصراحة نعم ياسين بونو للعلم يعني أيضا كان حارس مرمى الهلال هو محمد العويس لكن وجود ياسين بونو يمكن حتى محمد تغبل كل الناس لازم يتغبل أن حارس مميز صراحة وجايك من المنتخب مؤدي في كاس العالم شيء كبير نعم غلوب الدفاع اللي راح يكونون موجودين أمام ياسين بونو نتكلم عن علي لبليهي العمري لابورت حسان التنبكتي كوليبالي وإبانيس والله أنا بليهي و لابورت لابورت إذن علي لبليهي ولابورت الإسباني ويعني أحدث يمكن توازن شوي في نادي النصر النصر في ناحية الدفاعية ممتاز الظهير الأيمن والخيارات المتاحة في هذا المركز للكبتن سامي الخالدي نتكلم عنه وساوي علي مجرشي مدالة العليان سلطان الغنام محمد البريك وسعود عبد الحميد سعود عبد الحميد سعود عبد الحميد والغنام يمين ويسار من يمين من يكون يسار؟ يمين سعود سعود وسلطان سيكون يسار إذن سعود عبد الحميد وسلطان الغنام نقدر نقول سعود يعني وريث أحمد دوخي في هذا المركز أحمد لاعب كبير صح يعني أتمنى أن يكون وريث إن سعود لاعب توا صغير صح وأتوقع أن مستقبل الكرة السعودية صراحة بالدفاع نعم وسلطان ما شاء الله عليه لا سلطان تميز صراحة مع النصر تميز كبير كبير يعني أحد نقول يلو صنعون الهجمة من الخلف حق النادي النصر نعم المحاور الدفاعية والخيارات المتاحة تبتن سامي أبيك تاخذ نفس لأن الخيارات صعبة ستكون روبين نيفيز كيسي كانتي بروزوفيتش محمد كنو فوفانا وفا منهم كانتي نعم روبين نيفيز روبين نيفيز روبين نيفيز البرتغالي وكانتي الفرنسي نعم وأنصفت روبين نيفيز روبين من أميز اللاعبين صراحة بالدفاع السعود نعم ولاعب صراحة نفس عالي خصوصا مع الهجمة يكون نفسه طيب مع الهجمات كانتي أعتقد يغطي مع الهجمات أكثر نعم دفاعيا أكثر يكون كانتي أدوارها دفاعية أكثر أكثر والله كانتي كل شيء يسوي أي والله أنا شفت شيء كانتي أمننا دفاعيا أبو عبد الله خلنا نطلع فاصل ونرجع للجانب الهجومي لأن الخيارات تصبح عليك أصعب الله يعيني أبو عبد الله أعزائي المشاهدين فاصل قصير ومن ثم لنا عودة لإكمال هذه الاختيارات بالنسبة لكابتن سامي الخالدي أعودة مزددة معاكم أعزائي المشاهدين وهذه الحلقة المميزة التي في ضيافتنا كابتن سامي الخالدي أبو عبد الله أمننا دفاعيا خلنا نتكلم عن الأدوار أو الناحية الهجومية شوف أنا بعرض لك أول شيء صناع اللعب وبعدها بعرض لك الأطراف لأن أنت عندك اللي هو أربعة أربعة عثين أقول لك مكانين صراحة تاونا ما بدينا تاونا ما بدينا عبد الله تاونا ما بدينا أبو عبد الله بودابوز رومارينهو أوتافيو كورنادو ميلينكوفيج سافيج ومالكوم والله أنا أميل حق الهلال مشكلة أثنين حطيتهم أنت في الهلال تبيع أوريك الأطراف بعد لا لا خلص من هذول خلص من هذول أي أنا أعتقد سافيج سافيج ولاعب الاتحاد رومارينهو رومارينهو سافيج ورومارينهو قبل لا تثبتهم عبدو طبعا اليوم نقول اسم عبدو هذا الماسترو عندنا في البرنامج نعم عرفته نوريك الأجنحة يمكن نتغير رأيك يمكن دعنا نرى الأطراف سالم الدوسري تاليسكا ميشاييل نيمار عبد الرحمن غريب ماكسمن رياض محرز وساديو مانيهو أتوقع أنك نسيت اللي طافت معها الأسماعها الله العظيم سالم سالم الدوسري دوسري مندي ومندي مندي مانيه مانيه ساديو مانيه ساديو مانيه نجم السنغال وسالم الدوسري أفضل لاعب في آسيا نيمار نيمار لأنه تعور ما أده ما شفنا نيمار نعم يعني هو كان الأميز عندهم ممتاز على الحين الله يعينك على الأميز لا هو معروف يعني مصرح الله مركزين هم هم بس خلاص مركزين سهلت شوي كريم بن زيما متروفيتش كريستيانو رونالدو دنبلي حمد الله وفرمينيول شوفوا هي رونالدو وبن زيما بس صراحة راح نظلم المترو ولا حمد الله لا لا أربعتهم بس أنا أقول كريستيانو وبن زيما كريستيانو وبن زيما يمكن هل اسمين مرتبطين بإنجازات في فترة وفترات في ريا المدريد والحين طلع خبر أن بن زيما بيطلع من الدوري فخبر غير سعيد صراحة مول سعودية للخليج يعني كقيمة سوقية لللاعب ممتاز يكون بالخليج ويلعب ويأدي صحيح بس يعني يمكن لاعب لا يتأغلمون في أي مكان يعني أكس كريستيانو تأغلم بالدول السعودي شيء غريب وبدأ يعني نشوف الشغلات اللي قاعد يسويها كأنه قاعد في سعودية صلى سنين صحيح وحتى داخل الملعب يعني تحسين أن لاعب تواساء الدرجة يعني لاعب ماشه الله مثل هؤلاء الأساطير اليوم أبو عبدالله كإداريين تكلمون اللاعبين عن هذه الأمور والله صراحة نستيحك لهم بس ملاحظ أن هناك ثقافة عند لاعبين يتابعون 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 لاعبين يتابعون وفي لاعبين عندنا يعني يحبون اللاعبين يتابعونهم حتى بعد مرات يتسألوننا يعني لاعب هذا في عندي لاعبين يسافرون الحين الدوري السعودي بس عشان مثلا يقول أبا أشوف بنزينة بس أبا أشوف كريستيانو أبا أشوف كانتي يعني في لاعبين يتابعون ما شاء الله فعلا كرة الغدم اليوم أصبحت أكثر من مجرد قيادة ثقافة فعلا ثقافة هذه معلومة مهمة جدا أنها فعلا ثقافة أنا كاس الخليج لما لعبوا سعودية هنا تمرنا عندنا من هذا النصر نعم كنت عاني وقت انتهاء التمرين اللاعبين يريحون يشوفون اللاعبين المنتخب السعودي أو يصورون معهم وكانتوا سالم طالع اللاعبين أنا لما أجي أشوف اللاعب مثلا تحوشني رحبة يعني كتابعوني اللاعبين صغافة تحوشني رحبة عندما تشوف اللاعب السعودي صح مميز صح بدليل سالم اليوم أفضل اللاعب وهذا الاحتراف اللي نطالب فيه احنا بلكويت بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله نحن جارحنا عميق لا لا إن شاء الله إن شاء الله خير شكرا لك أبو عبدالله استمتعت معاكم من خلال هذه الاختيارات فكر أنا تشرفت فيك الله يتذكر فكر بالجانب الفني أبو عبدالله فكر فكر لا 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 خلي 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 حاجة أبو سعود الإداريين تبدأ رأيك ما بقولك تدخل في شغل مدرب أو مدرب ومدرب أنا بعد نهاية المباراة يعني أقعد مع المدرب حلو أتسأل فيها أناقشة يعني مثلا ليش لعبت هذا يعني لا نقول أن تدخل يعني ليش اللاعب هذا مو هذا أفضل يعطيني بعض مرات أن يقول هذا بالناحية الهجومية أفضل من الناحية الدفاعية فنتناقش يعني إحنا ما نتدخل والحمد لله يعني هذا يعني شغلة ما بقول عن نفسي بس إن شاء الله إن شاء الله ما نفرض أي لاعب على المدرب خصوصا أن المدربين نحين عندهم ثقافة عالية صحا النقاش بالنهاية مطلع النقاش لازم مروري لازم تناقش أكيد بس إذا عندك هالتشكيلة لا تناقش المدرب البصل والله حتى ما أجي مدرب تجيبوا عشاكم أنا أدربه شكرا لكم عبدالله سمتعت معاك فعلا من خلال هذه الاختيارات شباب سيك الله يسلمك شكرا لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة ترككم برعاية الله أعلى من اللقاء فيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج سكورشيت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة